سيد مشعان الجبوري دائماً يردد هذه العبارة يقول أن السنة والسياسيين هم مجرد يكور بالعملية السياسية بين قوسياً لا يحلون ولا يربطون لذلك أنت وكما يقول في المثل الولد سر أبيه لعبتها صح وأردت أن تنفذ بالعملية السياسية من خلال العباءة الشيعية هاي تهمله حقيقة أنا نفذت العملية السياسية عن طريق القتال الأستاذ نجم وليس عن طريق العباءة الشيعية وأنا قاتلت أربع سنين في كل الجبهات مع الحجد الشعبي في كل المعارك وقادة النصر وقادة المعارك للداعش موجودين شهود أحياء كان طريق عبد الوهاب الساعدي وزير الدفاع الحالي وزير الدفاع السابق دكار خادي العبيدي إن كان قادة الحشد كل قادة النصر فرقة اتحادية فريق رائد كل قادة النصر يشهدون أني قاتلت في كل هذه المعارك ومن الطبيعي أني أكون جزء من هذه المنظومة التي قاتلت إياها وهذه المنظومة التي قاتلت إياها أنا بقيت مستمر إياها سياسيا أنا ما ويل وأنا دخلت مع الفتح في حادثة معروفة لأن الدكتور عياد علاوي اشتث الوالد قبل الانتخابات شطب اسمه من الانتخابات قبل الانتخابات بيوم فما كان أكو مجال ندخل مع أحد والفتح سم حولي أن نشارك مع الفتح في صلاح الدين بقائمتهم ففتت يوم خميس وكان الأغلاق يوم الخميس للترشية بالطبيعي أنا قريب من القيادات الشيعية والنفاعل السياسي الشيعي باعتبار قاتلت ويا يعني قاتلت وكنت عوضة وهيئة رأيي في الحشد وشكلت لواءين بالحشد وموجود ضمن هذه الحالة يعني أنا علاقتي ممتازة مو بس مع الحشد حتى مع الفصائل علاقتي ممتازة يعني مع قادة الفصائل أيضا علاقتي ممتازة بسبب المعارك وبسبب القتال مو نفذت عبر عبائه يعني أبوك أيضا قاتل بنفس الطريقة وقاتل معه ولكن انقلب عليهم وكأنه الأمر أنا بتفكيري هذا البسيط مرات ما يسعف للتفكير كأنكم تتبادلون الأدوار أنا راح أروح ويا الولد وانت تبقى ويا الولد ومن يد تلجح الله كريم يعني لعبينها صح يعني دكتور أستاذ نجم يعني بالمحصلة إحنا موساكين بجرية وأني والوالد لازم آني ويا نبعد نتفاهم ونخططاني لحياتي هو إلى حياته وهو عنده آراء وأني عندي آرائي والوالد لليوم يسمينا ميليشيات يعني ويتهمنا اتهامات قاسية في بعض الأحيان وهو عنده موقف سياسي يختلف عن موقف سياسي اللي أنا بي أنا قريب من البناء هو قريب من الأصلاح هو يسمينا ميليشيات أنا بعدني حشد يعني هو آراء تختلف عن آرائي وكل واحد إلى رأي السياسي يعني وهذا الطبيعي يعني هذه الخبرة والجيل والعمر والدماء كل واحد يصار عنده رأيي هذا الشيء هو الشيء الطبيعي ليس تبادل أدوار يعني ولو كان تبادل أدوار أو أنه كان باتفاق ما كان عبر على الآخر ولكن كل الطبقة السياسية تقريبا اللي موجودة تعرف أنه إحنا نختلف بآراءنا السياسي يعني والدي وأحترمه وإلى آخره ولكن كل واحد عنده رأي سياسي وعنده وجهة نظر هو يحترم وجهة نظري وأنا أحترم وجهة نظريه طبعا شكرا